علشان كده بناء على كل اللي أنا قلته على أنواع الزكاء أظن أنه ليس من الإنصاف ولا من الإنسانية ولا من الأخلاق إن إحنا نصف الطفل بالغباء مثلا لما في أمات وقباء كده لما بيزعلوا من أولادهم يا غابي إنت إزاي تعمل كده يا غابي أو الطفل مش غابي على فكرة بالقياسات اللي أنا قلتها على فكرة الأطفال أسكى مننا ودي حاجة على فكرة علمية الأطفال حجم إنجازاتهم أكتر بكتير مننا خلاص كده إنت لما تتأمل كده عمر الطفل اللي عنده سنتين ده عارف يعمل إيه في سنتين إنت ممكن في سنتين ما تكونش عارف تعمل نفس الحكاية فإنت لازم تنظر لطفلك أو لطفلتك باحترام حقيقي وبتقدير حقيقي وخاصة بقى لما تسمع كمان إنه الزكاء أنواع مختلفة يبقى كلنا نحمد ربنا ونتبسط بولدنا واللي ما عندهوش زكاء حركي عنده زكاء لغوي واللي ما عندهوش زكاء موسيقي عنده زكاء بصري واللي ما عندهوش زكاء بصري عنده زكاء حركي واللي ما عندهوش زكاء حركي عنده زكاء اجتماعي كل الأطفال أسكياء وإن شاء الله بزكائهم يخلوا بالهم على نفسهم كده في حياتهم المستقبلية وكمان يخلوا بالهم مننا إحنا كمان ترجمة نانسي قنقر